تحرص الإدارات المعنية بوزارة الداخلية على زيادة معدل الاستعداد والجاهزية من أجل تأمين السلامة العامة للمواطنين والمقيمين خلال إجازة عيد الفطر السعيد إدارات وزارة الداخلية تبدل جهودا كبيرة في مختلف المناسبات لسيما العياد لتأمين السلامة المرورية لمستخدمي طريق إلى لأيام عيد الفطر في إطار استراتيجية وزارة الداخلية في تحقيق الأمن خلال إجازة عيد الفطر المبارك تعمل الإدارات المعنية بكافة الاستعدادات اللازمة لتأمين سلامة المواطنين والمقيمين والزهار خلال إجازة عيد الفطر المبارك من خلال تنفيذ عدد من الإجراءات والترتيبات الأمنية بمديريات الشرطة الأربع ونشر دوريات النجدة لدعم جهود مديريات الشرطة ولضمان سرعة الاستجابة للبلاغات الواردة كما تعمل الإدارة العامة للمرور على تكثيف التواجد المروري والمراقبة المرورية على الطرق التي تشهد كثافة مرورية لضمان سيابية الحركة المرورية تستعد الإدارة العامة للمرور بتقطية جميع الشوارع الرئيسية لمراقبة الحركة المرورية وبالأخص الشوارع القريبة من المجمعات التجارية وكذلك قرفة العمليات تتلقى جميع البلاغات عن طريق المواطنين والمقيمين وتؤكد الإدارة العامة للمرور لالتزام بالأنظمة والقوائل المرورية من قبل المواطنين والمقيمين والزوار مملكة البحرين تخذت المديريات الأمنية جميع الاستعدادات اللازمة لتأمين سلامة المواطنين والمقيمين والزوار في إجازة عيد الفطر المبارك وذلك بنشر دوريات شرطة خدمة المجتمع في عموم المناطق بالمحافظات ولتعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية وحفظ الأمن والسكينة العامة وتقديم أفضل خدمات الأمنية تم نشر أفراد شرطة خدمة المجتمع بالقرب من الجوامع ومصليات العيد والشوارع العامة والأسواق والمجمعات التجارية والأحياء السكنية والمناطق التي تكثر فيها الازدحامات في ذات الإطار تعمل الإدارة العامة للدفاع المدني على النهوض بمسؤولياتها واتخاذ كفة التدابير التي تكفل سرعة الاستجابة لأي بلاغ والتعامل بكل احترافية بما يحقق السلامة العامة خلال أيام عيد الفطر المبارك عدد تدارة العمليات بالإدارة العامة للدفاع المدني عدد من الخطط التي تهدف إلى رفع الجاهزية وسرعة الاستجابة خلال فترة عيد الفطر المبارك وذلك لضمان وصول القوة والآليات في الوقت المناسب وبجاهزية عالية للاستجابة لمختلف أنواع البلاغات ونحب نوح على أخوة المواطنين والمقيمين بضرارة الاعتزام وتقايد بالشراطات السلامة العامة والاتصال بأرقام الطوارئ في حال وجود أي طارئ لا سمح الله متمنين لكم عيد فطر مبارك وآمن وتأتي هذه الجهود الأمنية استنادا إلى رصيد متميز من الشراكة المجتمعية والانتماء الوطني والتواصل مع المواطنين والمقيمين ضمن منظومة أمنية تعتز بالتماسك المجتمعي والتواصل المستمر والفعال بين الشرطة والمجتمع وكل عام وأنتم بخير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر